بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام حديث خطيرة جدا فيها وعيد شديد لمن يطلقون أبصارهم وأعينهم إلى الحرام ويشاهدون الإباحيات ما بش إنسان عنده ذرة ذرة خوف أو خشة من الله سبحانه وتعالى وسأسمع هذه الحديث ثم يصر على المشاهدة الحرام سأقول حضركم الأذلة على صحة هذه الحديث الحديث الأول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من نظر إلى عورة أخيه متعمدا لم يقبل الله لم يقبل الله منه لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما لم يتقبل لم يتقبل لم يتقبل الله منه صلاة أربعين يوما ماذا الحديث ده؟ يعني إذا نظر نظرة واحدة للحرام أو العورة نظرة واحدة فقط لم يقبل الله سبحانه وتعالى منه عبادة صلاة المدة أربعين يوما حديث الثاني من نظرة من حديث أيضا أبي هريرة رواه الإمام التبراني في المعجم الأوسط من نظرة في بيت جاره من نظرة في بيت جاره فنظرة إلى عورة أخيه المسلم أو شعر أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار من نظرة إلى إن النظرة في بيت جاره فنظرة إلى عورة أخيه المسلم أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار هذه المتالة الخطورة ده الحديث هنا بيقول شعر امرأة إنسان الناس اللي بتتجسس وتتلصصه بصم الشربيكة على بيوت الناس حتى لو كان بيصلي وصوم تعالوا ما نشوف الأدلة على صحة هذه الأحديث عشان كل إنسان خاصة المدمنين لمشاهدة الإبيحيات يتدارق نفسه قبل فوق الأوان لأنه يدمر حسناته ويدمر آخرته ويدمر حسناته الدليل الأول على صحة هذه الأحديث قال عليه الصلاة السلام في الحديث يا سعد هذا الحديث حديث حسن يعني حديث صحيح يا سعد أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة فالذي نفس بيده إن الرجل لا يقذفوا باللقمة الحرام في جوفه فلا يقبل الله له صرفا ولا عدلا ولا صلاة أربعين يوم وفي فرق بين الفم والعين لا يوجد فرق بينه هنا في الحديث الثاني الرسول يقول لو قصف لقمة واحدة حرام الفم يتغذى على الطعام والعين تتغذى وتتغذى هي الأخرى إما تتغذى في الحلال في محاسن الزوجة ينظر إلى محاسن زوجته في الحلال أو أنه ينظر إلى حرام الفم والعين من الحواس والاثنين موجودين في الوجه قال عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم في الحديث احفظوا الرأس وماء وعى والبطن وماء حوا إن السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولة لا يوجد فعلة بالعين والفم والاثنين حواس والاثنين موجودين في الرأس احفظوا الرأس وما وعى وهو الفم والعين هناك في الفم أربعين يوم لو لقمة حرام دخلت الجوف لماذا؟ لأن الذي يأكل حرام ليس تقيا إنما يتقبل الله من المتقين إنما هذا حرف قصر فالذي يأكل حراما ليس بتقيا وبالتالي لن يقبل له عمل لن يقبل له عمل كل الناس اللي بتفرج معي منتفق معي اللي يأكل حراما متعمدا ويعلم أنه يأكل حراما ليس بتقيا وبالتالي لا يرفع له عمل ولا يرفع له دعاء كما جاء في الحديث الرجل يخرج أشعص أخبر يطيب للسفر كما جاء في الحديث في صحيح مسلم ثم يقول يا رب يا رب يا رب ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزيه بالحرام ثم يقول يا رب يا رب يا رب فأنا يستجاب له فأنا يقول حديث صحيح مسلم أن الدعاء لا يقبل فإن العمل لا يرفع ما هي الصلاة عبارة عن قرآن في الفتحة تقول تصني على رب الحمد لله رب العمير رحمه إهدينا الصلاة المستقيم الصلاة عبارة وكلمة صلاة في اللغة من ضمن مرادفات معناها دعاء العمل لا يقبل والصلاة لا تقبل إذا الإنسان أطعم أطعم من حرام أطعم من حرام فكذلك العين إذا نظرة يتقال الحرام يبعيزا تدخل في نطاق هذا يبعيزا حالك دليل ثاني الحديث يقول أن الرجل إذا نظرة العورة أخيه موت عمدا لم يقبل منه الصلاة أربعين يوم طيب اللي بشاهد فيلم إباحي من قدة عشر دقائق سينظر كم نظرة حرامة إلى عشر مية يبقى فيلم واحد فقط يمنع قبل اللي عملت سنة كاملة أو ربما سنوات أنا مش ببالغ لدي الحقيقة وعنهوم الحديث الثاني للغاية الإمام التبراني فنظرة العورة أخيه المسلم أو شعر امرأة أو شيء من جسديها كان حقا على الله يدخله هنا هناك أليلة تانية غير داخلنا هناك سألين دوقتي هناك أربعين وهنا أربعين هناك أربعين وهنا أربعين حديث 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 من حديث ساوبان ساوبان قال عليه الصلاة والسلام لعلمنا أقواما لعلمنا أقواما من أمتي يأتونه يوم القيامة بأمثال جبال جبال تهامة ح سنات بيضه يأتونه يوم القيامة Им اتونه أمثال جبال تهامة ح سنات بيضه فيجعلها الله هباء منثورة فقال ثوبان رضو عنه يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال له عليه الصلاة والسلام هم من إخوانكم ومن جلدتكم يصلون كما تصلون ويصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون لكنهم إذا خلوا لمحارم الله انتحكوه أتكلم لكم لأن الرصوص عصاني يقول الحديث ده لمشاهدين الإبحيات أنا ما حدش سيقدر يشاهد هذه الأفلام القذرة إلا في وجود الناس أمام الناس لا يستطيع أن يفعل ذلك حتى أمام أبيه أو أمه لكن يفعل ذلك في غرفة مغلفة لا يراه فيها أحد يبقى إذا خلوا إلى محارم الله امتهاكوها يبقى إذا خلوا إلى بالكم سيأتي بأمثال جبال رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث والدفعان صحيح سيأتي معها أمثال جبال تهامة يعني سيأتي معها حسنات ربما 30 سنة أو 40 سنة صلى وصوم سيضيع له عمله لعمله في 30 سنة يحبط هذا العمل في 30 سنة أو 40 سنة يحبطه ليه؟ لأنه قاعدة 30 سنة ينتهك حرمات الله في الخفاء وهذا كفر ورياء لأنه يخشى الناس ويقدم ويوقر الناس ويوقر الناس ويوقر الرب العميس جعل الله سبحانه وتعالى أهور النظرين إليه لذلك يكون الحديث لا تجعل الله أهور النظرين إليك إذن بده كفر وشرك بالله أنه يخشى الناس والله يخشى الله سبحانه وتعالى إذن 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 ببشاهة الإباحيات لأن يرفع له صلاة أو صومة أو زكاء ورسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول ما يحصب عليه العبد ومن ثم الصلاة إذا صلوحات صلوحة العمل كله وإذا فسد الفسل العمل كله الصلاة لن تقبل وبالتالي العمل لن يقبل و مشكله بس لن يقبل له ضعاء يبقى اللي بشاهد الإباحيات لذلك أكثر الناس اللي بتشاهد الإباحيات تنزع عنها من نقمة وتنزع البركة من حياتي ويمنع نزول الرزق الرسول عليه السلام في الحديث إن الناجل يمنع الرزق من التفعله يمنع تفعله ف إذا بقى أنت حتضمر نفسك وحتضمر حسناتك وحتضمر أخرتك لذلك أنا أحذر تحذيرنا الشديدة الصلاة لن تقبل والعمل كله لن يقبل يوم القيامة العمل كله مبني على الصلاة نزرة واحدة للحرام تمنع قبل عمل 40 يوم وتمنع قبل الدعاء 40 يوم لن تقوله الصلاة 40 يوم فمعبلك بقى بالمجم الذي يشاهد أريد ترجمة نانسي قنقر